نفهم أن انطباعك عن بوتين كان سيء وأنكما التقيتما لاحقاً في ظروف مختلفة تمام؟ نعم لقد حاول في ذلك اللقاء تلبيسي إما تهمة التجسس أو الانشقاق لأنه حسب رأيي رغب بالبقاء في موسكو وبناء مسيرتي المهنية في ذلك لكن ذلك لم ينجح لكن أربعة عوام إثرها عام 84 سيمائة وألف التقين مجدداً في نفس المكان تقريباً في مرآب ملعب لوجنيكي في موسكو في المنطقة التي تضم أربع مدارس تابعة لجامعة أندروبوف المتخصصة بإعداد جواسيس الكيجيبي هناك يجري تجميع الخريجين لتوزيع على مختلف نقاط وفروع الجهاز كنت واحداً من هؤلاء والتقيته وقلت له ها إننا الآن في نفس المعسكر قبل أربع سنوات كنت أنت المستجوب وكنت أنا المستجوب كان يكبرني بتسع سنوات كنت أنا ملازماً وكان هو عقيداً بأقدمية تسع سنوات في الجهاز واعتبر كلامي له استفزازاً لكن كيف التحقت بالكيجيبي لو تشرح لنا دوافعك للالتحاق بهذه المؤسسة؟ كان الأمر غريباً بعد الشيء فبعد حادث الألعاب الأولمبية يبدو أن الكيجيبي وضعني على راداره وحققوا بشأني لسيماً أنني إثر ذلك بأربعة شهور شاركت في امتحان أجرت إذاعة فرنسا الدولية لاختيار مرسلين لها في موسكو وأرسلت الإجابات بوسطة التليجرام عبر موسكو ما جعلهم يبحثون عني ثم خلصوا إلى أنني مجرد عاشق للغة الفرنسية ما شجعهم أكثر وقت على استخدام قدراتي اللغوية فعرضوا علي العمل معهم فقبلت كان الاتحاد السوفيتي مغلقاً وهو ما حد من حريتنا في السفر وبحكم إتقاني الفرنسية والإنجليزية في المدرسة ثم تعلمي الإسبانية أثناء التدريب من قبل الكيجيبي كان ذلك دافعاً إضافياً لي حتى أستطيع الخروج ومغادرة البلاد ترجمة نانسي قنقر